اشتركوا في القناة وابتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت بست ساعات مازلنا بنحتفل مع بعض بالذكرة 49 الانتصار أكتوبر وأنا عايز أقول لكم أن أنا سمعت خطاب النصر ده لايف سمعت وأنا قاعدة في البيت وأمي بتعايت وأبويا بيسقف وكل الجيران والناس بتزغرت إحنا عيشنا للحظة لايف مش حقدر أوصف لكم كانت جميلة قد إيه يمكن بكرة نتكلم شوي عن ذكرياتنا عن هذه الحرب لكن خلوني أرحب وبسرعة بضيفي اللي مشرفني في البرنامج تكلمنا عن انتصار أكتوبر والمصريين الكاتب والصحفي الأستاذ محمد نبيل مساء الخير يا فندم حضرتك نورتنا نقول مساء النصر مساء النصر طيب خلينا نبدأ من كلمة اللي كلنا شفناها يوم الندوة التسقفية للسيد الرئيس لما كرم أبطال أو من تبقى من الرجال مجموعة 139 قتال وزوجتهم حضرتك الناس كانت حسد بإيه؟ الرئيس كان بيوصل رسالة مضمونها إيه؟ ده تأثيره إيه؟ شوفي حضرتك أنا شرفت بالدعوة الكريمة بالحضور لهذه الندوة التسقفية 36 نظمتها القوات المسلحة أنا شايف أن كلمة سيد الرئيس من وجهة نظري تحمل ثلاث محاور المحور الأساسي هو محور أصيل في شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الإنسان لدينا الآن رئيس إنسان بحق لا نجامل ولا نرأي يعني ما فيش أي مزايدات في هذا الأمر ولكن بحق لمس قلب كل المصريين القبلة اللي اداها على جبين زوجات رجال الصائقة المصرية مجموعة 39 قتال هي قبلة تمثل قبلة من مئة مليون مصري يتمنى أن يقبل رأس ويد وربما قدم وتراب هؤلاء الأبطال صحيح فإحنا اخترنا رئيس بيعبر عن اللي جوانا فعلا هذا حق الإنسانية العالية جدا في مصر دلوقتي والاهتمام بالإنسان كان الإنسان ده كان سيدة وبقى فيه عامل المرأة وكان زوجة احتياجاته بقى فيه عامل زوجة احتياجاته وكان الشباب وبقى فيه عامل الشباب وكان الإنسان المدني يبقى فيه عامل مجتمع أو الكائنات المدنية قد كده التواجه الاستراتيجي المصري دلوقتي في شخص رئيسنا رايح ناحية الإنسان أولا ما ننساش إنه في 30 يونيو 2018 تحت قبة البرلمان في خطاب سيدة الرئيس لما قال إن المرحلة القادمة ستكون معنية بالدرجة الأولى بالإنسان المصري صحيا وتعليميا وثقافيا الرئيس لما كلم الأبطال دول كان بيقول لنا إيه مش بيقول له كان بيقول لنا النموذج أهو هكذا يكرم النموذج وأنا ممثل المئة مليون أو المئة واربعة مليون مصري أنا أكرم النموذج النموذج المحب المخلص الوطني المضحي من أجل وطني هو بني وطني هذا محور أول أما المحور الثاني وقد أشار السيد الرئيس أن انتصار أكتوبر لم يكن فقط في 6 أكتوبر ولكنه بدأ بعد 67 حتى 82 مع استعادة آخر حبة رفع العلم على كامل تراب سيناء إلا طاب إذن الحرب كانت انتصارتها متتالية وأزمنتها متتالية وإن مصر في هذا التوقيت كرست كل جهودها من أجل استعادة الأرض عايزين نعمل بقى المقارنة في المحور الثاني ده إن ما نستعجلش الانتهاء أو الانتصار على الفكر المتطرف آه هذا تبتكلمني عن النهار ده آه لنستعجل لنسات رئيس قال أنا بكلم المثقفين وبكلم قادة الرأي وبكلم الإعلاميين والدراماتيست إن الانتصار ده كان عمره 15 سنة ما كانش وليد 6 أكتوبر وقال توقفت التنمية وتوقف الغاية ما خلصنا وإحنا معلناش كده ده حتى نتكلم في المحور الثاني في إن الانتصار على الإرهاب والانتصار في معاركة التنمية الشاملة والمستدامة لمصر يجب أن تكون في أزمنة طويلة في يعني ما نستعجلش قطف الثمار سريعا هذا المحور الثاني أما المحور الثالث وهو أنه توجه إلى المثقفين كثيراً ما توجه رئيس الجمهورية وأعتقد أن هذا توجه يعني يشبه التوجيه الاستراتيجي لحرب أكتوبر الذي أصدره الرئيس السادات في 6 أكتوبر أنا دائماً وأبداً يتوجه السيد الرئيس إلى مصقفين مصر وصنها الفكر والثقافة والإعلام في مصر يقول لهم حصنوا الوعي ابنوا الفكر المصري فهذه المحور الثالث هي ما خرجت بها من لقاء أو ندوة تصقفية 36 نصر أكتوبر نصر يملكه المصرين شعار القاتل المسلحة أو السلوجن اللي كان موجود أكتوبر إرادة وطن ده معناه أن القوات المسلحة بتعترف أن القوات المسلحة جزء من نسيج الشعب وأن الانتصار ملك للمصريين جميعاً وأن القوات المسلحة كانت لها يعني كان أفراد القوات المسلحة المقاتلين كان لهم كانوا زوج أو ابن أو والد أو طرف فيه أو عضو في الأسرة المصرية بشكلها الصغير والكبير أن النصر هذا صنيعت المصريين ما ننساش أن المصرية هي هي اللي كانت بتزغرت لابنها لما يقولوا لها أنه شهيد ما ننساش أن المصرية اللي كانت بتقول الجزهة لا أروح حارب أو اللي خطبها ارجع لي بطراب سيناء وكتير جداً من الحكاية اللي سجلتها مع أبطال أكتوبر كانوا بيقولوا أن خطبتنا كانت بتقول ارجع لي بطراب سيناء من الضفة الشرقية وهو ده المهري على فكرة عبد العاطي قال ده اللي دمر ستة 25 دبابات طبعاً ومحمد المصري اللي دمر 27 دبابة ومركبة مجرعة نقلة جند برضو قال ده قال إن خطبته أو يعني بنت عمه اللي كان نوية يرتبط بها قالته ارجع لي بالنصر أولاً هو ده المهري بص هي دي الستة المصرية سيد محمد أنا عارفة أن حضرتك بتربط أو كلنا الحقيقة بنربط في استدعاء روح وكتوبر للوقت الحالي يعني المصريين أفلحوا يتجاوزوا الهزيمة القاسية نعم بروح الروح دي تبدت في كل المصريين في القوات المسلحة وفي المدنيين في أهل الشعب والناس اللي في البيوت عشان في النهاية نوصل للانتصار ده والنهار ده احنا بنستنهد هذه الروح و بنستدعيها عشان أيضاً نكمل العبور إلى المستقبل طب نحكي عن كيف صمم المصريين على تجاوز الهزيمة أولاً فكرة العبور زي ما قلت لحضرتك ما كانتش بس داخل القوات المسلحة ما كانتش رغبة أكيدة في الجيل 67 الذي لم يختبر حقيقة كل بمنتهى البساطة و بمعادلة منطقية بسيطة إن الجيل اللي قيل عليه أنه نهزم في 67 هو زيت الجيل اللي خرج لنا بالنصر في 73 إذن لم يختبر القوات المسلحة و لم تختبر إمكانيات المقاتل المصري بالعكس لما استخدمنا السلاح الروسي وكان في ساعة أقصد مثلاً الارب جي أو الصاروخ المحمول على الكتف والخبير الروسي قال إن المقاتل الفز الروسي أو السوفيتي يستطيع أن يجهز و يصوب و يصيب الهدف في مئة ثانية أما الفلاح المصري المجند لا يستطيع إلا بعد مرور أو بعد أن يقتلوا الهدف و نخشى أن يصاب هذا السلاح يعني بالكساد وعدم الرواج بعد حرب أكتوبر إذا حرب المصري المفاجأة إن عبد العاطي و أحمد شوقي اللي 22 دبابة و محمد المصري 27 و عبد العاطي 25 كانوا زملائهم يجهزون و يطلقون و يصيبون الهدف في أقل من 60 سنة بيقولوا الجند المصري في حرب أكتوبر كان هو المفاجأة الحقيقة و اللي قال كده في كتابه مرشي ديان اللي أنا بدعو كل الشبابنا الصغيرين إن هم يقروا مذكرات مرشي ديان عن حرب كيبور و اللي اعترف فيها اعتراف صاحق بأنه قدم استقالته لجلدة مئير يوم 6 أكتوبر و يوم 8 أكتوبر يوم مسبحة الدبابات و يوم 14 أكتوبر عندما تأخر الجسر الجوي الأمريكي و قال ستنهار إسرائيل و لن يكون لها وجود بعد عبور المصريين أدعو الشباب برضو أن هم يقروا مذكراتي أو كتاب حياتي لجلدة مئير الذي اعترفت في صدر كتابها و قالت انهزم الجيش الإسرائيلي و انهزمت السياسة الإسرائيلية و لنا أن نرس هذا العار اللي اعترافات من رأس الدولة الإسرائيلية و رأس جيش الدفاع الإسرائيلي و كمان أزيدك من الشعر بيت لما قال إليزا عيرة مدير مخابرة الحربية لتولى في 1 أكتوبر 72 و تم محاسبته في لجنة أجرانات دكتور أجرانات في 74 عن أسباب الهزيمة و أنه هو كان من مهندسي هزيمة كيبور اعترف و قال في كتابه الذي أدعو برضو شبابنا أن هم يقروا علشان ما يكونوش مصيادة لإنعدام الوعي و الإدراك اللي بيروج في الخارج عبر ملاصات التواصل الاجتماعي الكاذبة لحرب أكتو موشى ديان حضرتك قلت استدعيت أكتر من مقولة لي برضو أنا بقى في أصدق جملة اللي قالها أن حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت لها دحيق أما جلدة مقير في قالت أنه حرب أكتوبر هي كارثة ساحقة و كبوس عشت بنفسي و سيظل باقيا معي إلى الدول دحيق اعترفات الكلام ده نتيجة لتميز وتفوق و مفاجعة الجندي المصري أقول لك حاجة أجمل كمان طيب ما أجمل أن يقول أو يعني ينظر للحرب الجندي البسيط داخل المعركة الساسة و أصحاب اليقات البيضاء في إسرائيل قالوا انهزمنا لكن تعالي أقول لك بقى ما نحته المقاتل المراسل العسكري شامول عندما قال في كتابه وهو ضمن سبعة مراسلين عسكريين في كتاب المحدل أو التقصير قال إيه بقى اعتدنا أن نقرأ عن المراسلين السابقين لنا و أساتذتنا في الإعلام العسكري أن القادم من الحروب يكون محمولا على حملات مصاب أو جداخل توابيت مسجى و مقتل أو مقتول ولكن زاد المصريون علينا أن عاد جيش الدفاع من الجبهة المصرية مصابا بالجنون و الفزع و الهلع وهذه يعني أسوقها ما بين كوتيشن و صاب بالجنون و الفزع و الهلع و الهلع قد كده المصري كان جبارا و كان يعني صاحب إرادة قوية انتصر عايزة أقول لك حضرك لما خرج لازم أطلع فاصل أوي بس أنا حأعيد هذه الجملة و نرجع ننقشها بعد الفاصل أنه الجيش الإسرائيلي أصيب بالفزع و الهلع و الجنون و ده كان بسبب بطولة و عزمة أبهاتكم وأجدادكم يا مصريين نطلع فاصل و نكمل حديثنا عن انتصار أكتوبر العظيم بعد الفاصل و ما زلنا نحتفل بالنصر الزكرة 49 لانتصار أكتوبر العظيم و أنا قلت في بداية الحلقة أنه احنا شعب الأبطال و أنه هذا الانتصار العظيم مش ممكن يكون يعني بنحتفل بيبعا 49 سنة إلا إذا كان فيه أبطال كتير و إحنا للأسف ما نعرفش معظم الأبطال دول إحنا معنا بيحتفل بالانتصار معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ محمد نبيل وبالمناسبة هو مؤلف سلسلة حكايات الولاد والأرض اللي وصلت النهاردة لغاية عشر أجزاء بيتكلم فيها عن بطولات المصريين بطولات الجيش بطولات الشرطة عن الشهداء عن أهل كيف يصنع النصر ده اللي أستاذ محمد بيتكلم فيه في كتابه كيف يصنع النصر كيف يصنع يعني إزاي المصريين حولوا الهزيمة لنصر من الأم ما زلت أركز على الأم هي الأساس في صناعة النصر الأم مدرسة إزاء أعدتها أعدتها شعبا طيبة الأعرق هكذا هي الأم المصرية أنا عارف أن أحضرت محبة للتاريخ المصر القديم هي حطب في طردها للهكسوس حقيقة هي من طردت الهكسوس بإرسالها لزوجها يعني سقن رعا ثم ابنها البكر كاموس وعندما استشهدها أرسلت بابنها الأخير أحمص صاحب العشر سنوات هسكول إن إحنا ورسين الأم المصرية ورسة جينات البطولة من بداية الحضارة مين حكى للإبن بالليل وللإبنة زرعة جوا البنت إن الأرض شرف وإن الشرف أرض مين قال إن البنت مين حكى للبنوتة الصغيرة بالليل في حواليب بالليل إن لازم تتجوز يفارس لازم يكون فتأ أحلامك فارس مين صنع الفروس الفروسية في مصر وفي الوجدان الشعبي وفي الوجدان الجمعي وفي الخيالات قبل النوم للمصريين هي الأم المصرية الحكي بص يا حضرتك إحنا افتقدنا شوية من الحكي كنا ما بنمشي إلا لما مواما وتتا أو ستنا أو جدتنا وأمي تحكي لنا الحدوتة اللي فيها إيه اللي فيها المراس الثقافي اللي فيها النسق الأخلاقي اللي فيها المبادئ اللي مليانة طحية وفداء وشهامة ورجولة وعزة ونصر هذه هي الأم التي خلقت النصر للمصريين لما أشوف والدة الشهيد مصطفى خضر ابن برسعيد لما يجي لها خبر استشهاد ابنها فتلبس على طول الجلبية البيضة وتوزع الشربات وما تصوتش وتزغرت لما نشوف الشهيد ما صحيح المصريات بيستقبلوا خبر استشهاد أبنائهم بالزغاريت وده بنشوفه في الجنازات الشعبية الوحيدة السيدة الوحيدة على كوكب الأرض التي تستقبل شهادة أو استشهاد وليفها زوجها أو سندها أو ابنها جزء منها أو أخيها سندها وصديقها بالزغاريت الوحيدة أخت الشهيد خالد دبابة قالت أنا كنت ما بين عين تبكي وعين تضحك وتبتسم لأن عرفة أن أخويا بقى عريس السماء عايزة أقول لحضرتك الشهداء في مصر زورية بعضها من بعض زوجة الشهيد أو لما كانت خطيبة أو قبل الخطوبة السيدة أو الأنسة قبل أن يخطبها أمير الشهداء إبراهيم الرفاعي فتقدم إليها في خطبتها في صالون عائلي وقال لها مقولة وحيدة على لسانها قالتها أنا شهيد أنا شهيد بعد عشر سنوات على الأكثر هل تقبلين أن تكوني أرملة بعد عشر سنوات إن لم يكن أقل قالت نعم وفورا وعرضت في ذلك يعني كان والدها العقيد راجع من حرب 48 ثم 56 وأدي كده هي الأسرة المصربة تعاني من لما بيكون يعني ابنها أو زوجها أو والدها فرد من أفراد القوات المسلحة لكنها عندما قدم نفسه إليها بأنه فارس من أجل هذه الأرض وسعادة الكرامة وفقت على الفور يعني وكانت معاه لحد ما بقى الشهيد أو أمير الشهداء إبراهيم الرفاعي اللي صاحب زي ما حدثك قلت في البداية 200 عملية خلف خطوة العرب من أول تفجير القطار لغاية الزكائر اللي جيش سمع بعد 67 وعندنا حديثك قلت برضو في البداية معلومات رقمية سريعة إن أول شهيد محمد حسين رقيب محمد حسين وأول شهيد من الزباط شهيد مصري الشهيد شفيق متري سدراج قائد اللي هو الأول مشاهد وأخر شهيد في 14 يناير 74 الشهيد إبراهيم عبد طواب يعني بطل معركة الصمود بالمناسبة المعارك دي كلها لازم أولادنا يشوفوها من خلال إما أفلام كرتون أفلام تسجيلية فترة الحرب بعد انتهاء الحرب نجمنا زي نادية لطفي وشادي عبد السلامة عملوا جيوش الشمس خير بشارة عمل صائد الدبابات نور الشريف من جيبه دفع هو محمد فاضل أنا آسف بقول الأسماء بدون ألقابها ولكنها أعلام دفع من جيبه إنتاج فيلم الاستراد الأخير والاستراد الأخير بالمناسبة برضو عشان يبقى عارفين أنا آسف تفضل هو اعتاد الجيش الدفاع أن يقيم استعراضا سنويا حتى 72 بعد 73 انتفى فكرة كان الاستعراض الأخير وكانوا بيزوروا الجبهة وبيزوروا مدن القناة الفنانين ده موضوع تاني في استعداد المصريين للنصر ده حي إيه أهم حاجة وإحنا بنكلم أجيال ما عاشتش النصر إزاي نستنهد هذا المعنى وهذه القيمة في قلوبهم دايما شوفي حضرتك يعني أنا ممن توهمت أن هذا الجيل بعيدا عن الولاء والانتماء لكن عندما كلفتني وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكلاني بوهيئة قصور الثقافة بالذهاب إلى ما يسمى بالقوافل الثقافية وما أحب أن أسميه بالقوافل الثقافية اللي هوديان سيناء كنت أظن أني أذهب بالفنانين والمثقفين والشعراء لأعلم أبناء سيناء الولاء والانتماء لكن أول درس كان لي من سيناء أنهم هم من علمونا نحن الولاء والانتماء كانوا محبين للوطن أكثر مننا هذه إشارة إلى أمر أن الشباب شوفي أبا نوب لما خد الولد التكفيري في أجزاء من الثانية وهو ابن التسعة عشر سنة وخده في أجزاء من الثانية وأنقذ وحدته بالكامل لم يفكر في ذاته بل فكر في الآخرين هكذا هو الشاب المصري لا يفكر أبدا في ذاته يعني ما نغوّج على أن الجيل ده محتاج مجهود عشان يبقى في انتماء ووطنية انت بتقول لا خاطئ عندما يختبر المصري تدب جينات البطولة والانتماء والفداء والتضحية في يعني عروق ويعني أوصال هذا المقاتل أو هذا المصري المدني شوفي حضرتك البطل محمد الحسيني مش عقول زاوي الاحتياجات ولكن أصحاب القدرات العظيمة زاوي الهمم اللي شال الشعلة وعبر المنش وكان في فيلمنا فيلم الشعلة اللي شفناه والانبارح مصر الحمد لله لما بتحط الفوكس بتحط العدسة على شبابها شبابها بينجحوا كويس جدا مصر لما شبابها نظموا مؤتمر أو منتدى العالم للشباب نظموه باقتدار وبشرف وكنا بنفتخر ان ولادنا هم اللي بيعملوا الكلام ده بصي حضرتك ولادنا تعالوا نستنهد البطولة وأكتوبر عندنا فرصة السنة دي من بداية يعني يقاضي الشعلة في بداية الزكرة الخمسين السنة الجحة احنا تسعة واربعين لحد خمسين وتعالوا نكملها من خمسين لواحد وخمسين كمان عشان يبقى الخمسين سنة الأولى ثم بداية الخمسين سنة السنية نحتفل يعني أربعة وعشرين شهر بأكتوبر المجيد تعالوا نحتفل تعالوا نقول أنا شخصيا كرئيس تحرير سلسلة العبور الصادرة من وزارة الثقافة بمبالغ زهيدة صادرة عن أكتوبر مذكرات البلغمصية مذكرات سعد الدين الشازلي عبدالسطر طويلة كل ما كتب موسى صبري سلامة موسى كل ما كتب عن أكتوبر سنعيده إن شاء الله في طباعة فخرة يبقى عندنا مكتبة بتوسق النصر بحقي وتكون في المتناول وتبقى ديجتال على المنصات وتبقى ورقي في المكتبات في البيت المصري سنصنع من تاريخنا سلاحا يصون الواقع ويبني المستقر أستاذ محمد حضرتك شرفتني أنا بس يبقى سؤال أخير يمكن نختم به حلقتنا النهاردة في بداية شهر الاحتفالات بالنصر ليه من وجهة نظرك سيظل نصر أكتوبر هو النصر الأعظم في تاريخ المصريين لأنه نصر حقيقي ونصر تحته كده أو فوقه صنع في مصر صنع في مصر في مصر بإرادة مصرية بتدريب مصري بعرق ودم وكفاح وإصرار مصري وليس المصري هنا هو المقاتل وحده عايز أقول لحضرتك أن النسيج المجتمعي في هذه الفترة المركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية أصدر دراسات عدة في أن هذه الفترة من عمر مصر لم ترتكب فيها مخالفة مش بس جريمة لم تسجل أقسام الشرطة والبوليس في هذا التوقيت مخالفة لم تكون هناك حرائق لم تكون هناك مخالفات في التموين لم تكون هناك شجارات بين الأسرة المصرية أو في الشارع المصري كان هناك نوعا من الوحدة والانصهار في بوطقة النصر أولا ولذلك كان نصر أكتوبر من المعارك الفاصلة في التاريخ توماس دابليو قال في كتابه السادات وحرب أكتوبر غيروا خريطة العالم أرجو قواعد العسكرية كمان يعني العسكرية المصرية غيرت استراتيجيات ده موضوع كبير الأكاديميات العسكرية كلها شرقا وغربا بتدرس عبقرية المهندسين المصريين وعبقرية المدفعية المصرية وعبقرية الطيران المصري المتأخر عشر سنوات الذي كان في معركة المنصورة 52 دقيقة يصارع من أجل النصر والفخر والمجد فيه مع الفانتوم والميراج والسكايهوك وهو بالسخوي ويعني دباباء طيارات يعني متأخرة تكنولوجيا بعشر سنوات وربما أكثر ولكن انتصرت وكانت السماء للمصريين كما كانت الأرض للمصريين السماء للمصريين والأرض للمصريين والنصر المصريين الكاتب الصحفي الأستاذ محمد نبيل حضرتك نورتنا وكل سنة ومصر وحضرتك وكل المصريين بخير وفرحة للأسف وقتنا خلص وكنا ومازلنا هنتكلم ونحتفل بانتصار أكتوبر العظيم في حلقاتنا القادمة نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة